جلسة جديدة لمجلس النواب في طبرق عقدت بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح لمعرفة أسباب فشل الاستحقاق الدستوري وقال السايح خلال إحاطة أمام البرلمان إنهم استلموا قوانين انتخابية غير التي تفق عليها مع مجلس النواب في روما وأضاف أنه كان يجب إدخال تعديلات على القوانين للمضي قدما في العملية الانتخابية على حد وصفه وتبع السايح قائلا إن من عناصر القوة القاهرة التي كانت سببا في فشل الانتخابات الأحكام القضائية المتضاربة التي صدرت خارج المدة القانونية كما أشار عماد السايح إلى عمليات التزوير واستخدام أرقام وطنية دون علم أصحابها من قبل بعض المترشحين للحصول على التزكيات من جهته رد فوز النوري رئيس النواب المكلف قائلا للسايح إن بعض المسارات لم تنجز ومجلس النواب أقحم في تحدي كبير لإقرار القوانين الانتخابية للدفع بالعملية وقد استجاب لمطالب تعديل التشريعات على حد تعبيره وفي سياق متصل اتهمت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالمغالطة في تقريرها الذي تضمن ملاحظات على مرحلة الطعون الانتخابية المتعلقة بالقائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية وقال خليفة جهمي رئيس إدارة القضايا إن ما ورد في تقرير المفوضية المقدم لمجلس النواب في الخامس عشر من ديسمبر هو معلومات عارية من الصحة كما وصف المفوضية بالمتخاذلة في دورها وأنها تقاعصت عن مدهم بالمعلومات المتعلقة بالطعون ويستغرب كثير من المراقبين تملص عماد السايح رئيس المفوضية من مسؤولية فشل إجراء الانتخابات واستنكاره لقوانين عقيل المعيبة بعد قبولها وإصراره على إقامة الاقتراع رغم وجود الخلل الواضح في أساس هذه العملية وتبقى الضبابية تخيم على المشهد السياسي في ليبيا لتثير عدة تساؤلات حول توغل المفوضية في العملية السياسية وعدم وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف ومدى قدرة الأطراف الفاعلة على خلق عملية انتخابية وفق قوانين توفقية على أساس دستوري وتجنب الرجوع إلى المربع الأول